ترجمة نانسي قنقر 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 هذا القانون معناه يتضمن مع عقوبات شديدة وجرأة خطيرة ترتقي فيها العقوبة إلى الأعداء وكنا تحدثنا عليه زادا كيف كيف في الرابطة سنة 2015 في علاقة بالحق في الحياة أن القانون هذا يجب أن يتضمن أقل عقوبات تستوجب عقوبة الأعداء وكذلك سمعنا في الخطاب الرسمي اليوم أن السيد الرئيس الجمهورية يدعو إلى إعادة العمل بعقوبة الأعداء وتنفيذها بعد أن كانت تونس تعهدت بعدم بإيقاف تطبيق عقوبة الأعداء اللي نصفه أنا نعطيك رقم اليوم فما ستة إذا صحت عبير ستة أمناء عامين لأحزاب فيهم السابق وفيهم الحالي مسجوني في السجن بتهم مختلفة فما مجموعة منهم في قضية تأمر فما عبير موسي فما رياض بنفضل على خلفية قضية مالية فما منصف المرزوق يصدر في حكم غيابي وهو خارج البلاد أنا أعتبر أنه مهوش صدفة أنه خمسة أو ستة أمناء عامين لأحزاب يكونوا اليوم مسجونين وهناك تتبعات أخرى ضد نشطاء السياسيين فالحقيقة أعتقد منه مهوش صدفة لكن هذا فيه نوع من استهداف النشطاء السياسيين واستهداف العمل الحزبي فما كلمة قاعدة تتقال هل أنه السياسيين معناها يتمتعون بنوع من الحسانة أكيد لي لكن مهوش صدفة اليوم أنه نشوفه في عديد الملفات فارغة وحتى كان فما جراء لا يمكن أنها تبرر الإيقاف والإداع في السجن الرغبة في تنقيح هذا المرسوم مرسوم 88 لسنة 2011 اللي نعتبره أنه مكسب من مكاسب الثورة واللي حرر المجتمع المدني وقلن طرق العمل والتسيير متاعه اليوم هناك محاولة أخرى سبقتها محاولة أخرى من حكومات سابقة لتنقيح هذا المرسوم في إطار الحد من عمل المجتمع المدني الحد منه في وضع شروط صعيبة لتكوين الجمعيات وفي المقابل شروط أسهل في مقاضات هذه الجمعيات وفي حلها التضييق من حيث التسيير والتضييق كذلك من حيث التمويل أنا نعتبر أن المرسوم 88 في كل الآليات اللي تخول الحكومة مراقبة عمل المجتمع المدني ومراقبة مصادر تمويلها وكيف تصرف الأموال وهل تذهب فعلا لتحقيق هداف الجمعية ولا لا الرابطة قد من التوسيات في علاقة بكل الحقوق بداية من الحقوق المدنية والسياسية احترام الحق في الحياة احترام الالتزامات الدولة التونسية الالتزامات الدولية للدولة التونسية وامضائح على الموثيق الافلات من العقاب هذا معناه موضوع مزال مستمر باعتبار أنه جرائم تعذيب اليوم ما تتخذش فيها قرارات احترام الحق الجمعيات وعدم تضييق على العمل المدني والسياسي اليوم شوفوا اللي فما تضييق من خلال عدة مؤشرات وهي مثلا تنقيح القانون الانتخابي عدد 55 بما لا يسمح للأحزاب الترشح للانتخابات في شكل قوائم حزبية بالانتخاب على الأفراد تنقية المناخ السياسي اليوم نعتبروا أنه مرسوم 54 هو سيف مسلط على كل صوت ناقد أو صوت معارض كل إنسان اليوم ينجم يلقى روحه وعرضه للتتبعات في خصوص الحقوق المدنية والسياسية اليوم نشوفه في ارتفاع نسبة البطالة ارتفاع نسبة الفقر الدولة ميش لاقي حلول لتردي المرافق الأساسية منها النقل والصحة اليوم عنا شح في المياه ومناطق عديدة تشكو من انقطاع مستمر في المياه وشح في المياه مما يخلي حياتهم صعيبة جدا اليوم نشوفه في غلاء الأسعار ورفع الدعم بل سحب المواد المدعمة من الأسواق اليوم الحقيقة المواطن التونسي يعيش في وضع اقتصادي واجتماعي صعب للغاية وفي المقابل ما نشوفه في الحكومة تقدم في بدائل أو تذهب في منحة أنه يخفف على المواطن التونسي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية اللي قاعد يعيش فيها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة